تشارك وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بإدارة الفحص والمقاييس الهيئات والمؤسسات المماثلة في الوطن العربي احتفالها باليوم العربي للتقييس والذي يأتي هذا العام تحت شعار التقييس لاقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ومستدام وذلك تأكيدا للدور المحوري الذي يلعبه التقييس في تعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية تعد مملكة البحرين من الدول الرائدة في مجال المقاييس على المستوى الإقليمي بيد أنها تمتلك منظومة تضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال انطلاقا من إيمانها بأن التقييس يلعب دورا محوريا في دعم أهداف التنمية المستدامة المختلفة كالطاقة النظيفة والعمل النزيه والنمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والحياة الفطرية على اليابسة وتحت المياه بالإضافة إلى تكافؤ الفرص وجودة التعليم يأتي شعار الاحتفال هذا العام بعنوان التقييس لاقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ومستدام وذلك تأكيدا للدور المحوري الذي يلعبه التقييس في تعزيز النمو الاقتصادي والارتقاء بجودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية وتقليص العواقل الفنية على التجارة من خلال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والاحتماد تسعى إدارة الفحص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تقديم مجموعة من المواصفات التي ترسم وتوضح الخطوط العريضة للاستدامة وحماية البيئة بحيث تساعد المؤسسات والأفراد على تحقيق وتنفيذ الأهداف المرجوة المتمثلة في ممارسات الإدارة الجيدة وترشيد الاستهلاك والمحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ترجمة نانسي قنقر